اهلا بكم الى موجزي اخباري الان قتل شخصا واصيب ستة اخرون في اعتداء بسكين وقع في مدينة توركون فلندية وذلك بحسب الشرطة التي قالت انها اطلقت النار على مشتبه به وحذرت من وجود اخرين واطلقت الشرطة النار على مشتبه به اصابته في ساقيه واعتقلت وقالت قوات الامن على تويتر انها تبحث عن معتدين اخرين محتملين ذكرت الشرطة الالمانية ان شخصا قتل واصيب اخر في حدث طعن وقع في مدينة وبرتال غرب المانيا الجمعة مضيفة ان المهاجم لا يزال فارا بحسب ما نقلته وكالة الانباء الفرنسية الشرطة قالت انها تطارد شخصا واحدا او اكثر يشتبه انهم منفذو الهجوم الا انها لم تكشف عن مزيدا من معلومات بشأن ظروف هذا الهجوم اندلع حريق ضخم في مطار برشلونة وفق ما افادت به وسائل اعلام اسبانية بعيد يوم من حادثة الدهس الارهابية التي شهدتها المدينة بالامس وانقلت صحيفة سون اونلاين عن مصدر في المطار قوله ان الرحلات الجوية لم تتأثر حتى الان بالحريق دون ذكر اي معلومات عن اسباب الحريق والاضرار التي اوقعها دخل حيزة تنفيذ الاتفاق الذي ابرمه فيلق الرحمن وروسيا في جونيف والذي يتم بموجبه وقف الاعمال القتالية في حي جوبر دمشقي والقطاع الاوسط من الغوطة الشرقية وذلك بحسب بيان نشره الفيلق على صفحة رسمية في فيسبوك البيان اوضح ادل الاتفاق يشمل فك الحصار عن الغوطة الشرقية مع الحفاظ على مستحقات العملية السياسية اكد عبد الملك المخلافي وزير خارجية اليمنية ان الحكومة الشرعية تتمسك بالحل السياسي القائم على المرجعيات الثلاث مبديا استعداد الحكومة اعادة فتح مطار صنعاء شريطة تسليمه لموظفي الدولة واكد المخلافي خلال جلسة مجلس الامن ان الانقلابيين يتمسكون برفض السلام به سبب الدعم المادي واللوجيستي من ايران رفع الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة الدفاع الالكتروني الى مستوى قيادة موحدة على غرار القيادة الاقليمية والقوات الخاصة مشيرا بذلك الى اهمية هذا المجال الذي يعتبر اساسيا للامن القومي واعلن ترامب في بيان ان هذه القيادة الجديدة ستعزز عمليات الفضاء الالكتروني وتنشئ المزيد من الفرص لتحسين الدفاع في خبرنا الاخير اطلقت وكالة الناس الامريكية قمرا اصطناعيا هو الاحدث ضمن سلسلة ترمي لضمان قدرة رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية على التواصل مع الارض واشارت وكالة الفضاء الامريكية في بيان لها الى ان القمر الاصطناعي سيسهل التواصل بين الفضاء والارض في مهمات ناسا على المدارات المنخفضة في الارض ما يوفر سهولة في اطلاع العلماء والمهندسين في غفة التحكم على البيانات للمهمات الى اللقاء اشتركوا في القناة